هناك تنوع بالآراء الآن حول مسألة الانتقام الإيراني هل في ظل هذه المعادلات التي نتحدث عنها واضح جداً أن إيران قد تستهدف مرة أخرى أقليم كردستان بعض المباني بعض الشخصيات وتقول هذه مقرات للموساد وتنتهي بحالة أنها ضربت مقرات للموساد كما تتحدث هي لم تضرب القوات الأمريكية لم تصعد الموقف إلى حرب أقليمية وليس هناك مبرر لضرب العمق الإيراني هل ترى أن هذا السيناريا قد يكون هو الأقرب إلى حقيقة ما ممكن أن تفعله إيران للرد على ما جرى على قنصليتها بداية هذا الشهر؟ إيران لم تترك فرصة لضرب أربيل بحجة وجود مقرات للموساد يعني العملية ليست جديدة ولا تحتاج لهذا الموضوع حتى يكون سبب أو للهجوم على أربيل أو قصف مناطق في أربيل مدعية أنها تابعة للموساد لحفظ ماء الوجه لا أعتقد ستكون بهذه التفكير الضحل نعلم أن عندما قتل سليماني ردت إيران بقصف قاعدة الأسد باعتبارها تمثل رمز أمريكي فلذلك إيران يجب عليها إن أرادت حفظ ماء الوجه الرد على الرمز إسرائيلي سواء داخل إسرائيل أو خارج إسرائيل وتحدثنا عنه إذا كانت داخل إسرائيل كيف سيكون الرد أو قد يكون خارج إسرائيل إذا كان فعلا رمزا وليس إدعاء لا توجد قنصلية إسرائيلية مثلا ولا توجد سفارة إسرائيلية في أربيل لذلك العملية ستكون بالنسبة لي غير مقنعة أما هل هناك هدف آخر في دولة أخرى سفارة أو قنصلية أو شخصية قد تقوم إيران أو وكلاءها كما حدث سابقا نحن نعلم أن حزب الله أيضا بأوامر إيرانية هاجم سفارة إسرائيل في أرجنتين في جورجيا وأيضا يعني مخابراتها في جورجيا في الهند في بانكوك وفي أفغانستان وإلى آخره يعني الرد سيكون لحفظ ماء الوجه بالنسبة لإيران أما إذا إيران أرادت أن تدخل مباشرة في ضرب إسرائيل فأعتقد أن هذا الأمر سيكون جنونا إيرانيا إيرانيا إيران لا تمتلك قدرة لأنها صحيح أن ترتيبها سقد يكون نحن ذكرنا أن ترتيبها بنسبة القوى الجوية بترتيبها بصورة عامة هو أفضل من إسرائيل أنها في المرتبة 14 وإسرائيل في 16 هذا بسبب يعني أعطيها هذا التفضيل بسبب عدد السكان بسبب عدد الجيش لكن هذه الأمور تأخذ بالحسبان إذا ما كانت إيران وإسرائيل تمتلك حدودا مشتركة يعني لذلك تم حساب نقاط أفضل بالنسبة للقوات البرية لكن في هذه العملية أنا لا أعتقد أبدا أن إيران ستكون بالغباء إلى هذه الدرجة بحيث تهاجم إسرائيل وهي نفسها بقوات حرس الثوري داخل إسرائيل ترجمة نانسي قنقر